حبيبي الله يعطيك ألف عافية يجينا هلأ بكل طمأنينة وارتياح لتلخيص القواعد الماضية الأربعة وهنا بدي ياك دايما تشغل مخك أكتر وصدقني ما تخاف لأنه أنا رح أجيب لك الأمثلة الوزارية كلها إن شاء الله رح أورجيك كيف إحنا مرات ما بيكون السؤال دايركت ولكن بدي أفهمه لأنه أنا عندي طريقة أولى طريقة ثانية طريقة ثالثة عشان أستخدم مخي وأحل في البداية أستاذي العزيز بالنسبة له الباست هو عبارة عن كم عبارة عن أربع أزمنة أول واحد يا أستاذي اسمه باست سيمبل هذا أول واحد الباست سيمبل تمام دي أقطع الشاشة أنا هيك وحط لك هون إشي اسمه باست كونتينيووس كونتينيووس دي أقطع الشاشة هون وحط لك إشي اسمه باست 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 باستبر هلأ أنا بعمل هيك بالعمدة أستاذي عشان إيش عشان أنت تكون الصورة واضحة قدامك وأنا مرات هيك بمشي باجي ورا الكاميرا بلاحظ إذا كل إشي تمام ولا لا هلأ كل إشي بالنسبة إلي تمام وبالضبط وزي ما بدي إياه المهم سيدي هلأ بإيش رح نبلش أستاذي العزيز رح نبلش يا سيد العزيز بإنه أحكي لك شكلهم هذا يا محترم شكله verb 2 شوفوا ما أسهل يعني خليني متكتك ال past continuous أستاذ شكله was مع المفرد أو where مع الجمع زائد خليني أمسح جزء بسيط يا ربي أندل كيف هاي مش شاطر شاطر كتير where زائد verb ing لأنه continuous ماضي مستمر تمام ال past perfect يا حبيبي يا أخوي اسمه had زائد verb 3 وآخر واحد يا سيد العزيز اسمه had زائد bean زائد verb ing أوكي حبيبي تعال نشوف شو استخداماتهم وخليني أختار لون ثالث الاستخدام هون أستاذي حدث ماضي محدد تمام؟ أو مجموعة أحداث ماش الحال؟ هذا حدث كان مستمر قبل حدث آخر تمام أستاذي؟ آخر إشي had زائد verb 3 هذا حدث انتهى قبل حدث آخر كلاهما ماضي هذا نفس الإشي أستاذي حدث كان مستمر قبل حدث آخر وكلاهما ماضي ماش يسيد العزيز؟ هذا يا أخوان حدث حدث بدأ وانتهى وانتهى وبدأ أحكي لكم البوينت المهمة وأخذ فترة قبل قبل تماما أستاذ هذا حدث كان مستمر قبل أو خلال حدث آخر أبوي فتح الباب وأنا بتفرج على الورلد كوب كأس العالم بعد ما راح أبوي كملت هذا لا حدث بدأ وانتهى وأخذ فترة قبل حدث في الماضي وكلهم في الماضي وهذا اللي بالأخضر مش كتير مهم لأنه مكتوب عندك كل الحالات اللي مش مطلوب حفظهم طيب سيد العزيز خليني أحكي لك مثال خليني أخذ اللون الأزرق وخليني أخذ الخط لرفيع شوي وأحكي لك علي ترايد منسف ان جوردان اكابل او ييرز اجو هاي كلمة اجو خلتني أحط ترايد اللي هو الماضي خليني أتأكد أن الخط واضح لأنه أنا أحابب بكون التلخيص يعني أرتب آه منيح طيب الحالة الثانية يا إخوان إشي كان مستمر قبل إشي تاني أنا بحكي لك I was watching كنت بتفرج TV when Rawan came شوف يا إخوان ماضي وماضي مستمر وعندي هنا when تمام شوفولي هنا يا حبايبي حدثين الأول خلص قبل حدث تاني وكلهم في الماضي أنا بحكي لك The man had killed آسف The man had killed The other one before before I came الزلمة قتل وخلص لواحد تاني هاد إذا أنت كنت شاهد في جريمة قبل ما أنا آجي فعندي هدول التنتين وعندي الدليل before So now we will have a whole purpose سوف نرسم لكم رسمه هون وخلين أحكي عن past perfect continuous لأنه مش كتير مغاير عن هذا ومش مهم تعرف الفرق بينهم لأنه في الشي عنا بالعربي منه أهم شي تعرف أنه قديش طيب لمدة ساعة هدا يا إخوان هاد بين زائد بستن آي إن جي لمدة ساعة قبل ما هو ييجي شوفوا علي هدا والتنين إذا جاب لي هذا المثال بنفع هذا الحل وإذا جاب لي هذا المثال بنفع هذا الحل إذا كان الفعل يقبل الاستمرار هون الفعل كيلينغ ما بيزبط إلا إذا كان مثلا حدا بيدبح غنم بس ما بصير تقول هاد بين كيلينغ ذمان لا لا كيلينغ سامون زي هيك الله يبعد عنكم الشر عشان هيك الوزارة أي واحد تجيبه بتحط لك هذا الخيار وبتحط لك خيارات مضارعة عشان أنت ما تغلط إلا إذا أنت مش دارس وراح نشوف كمان في الامتحان اللي أنا رح أحله هدا يا إخوان فرض ما فيه عندي بيت ساكن فيه واحد من الأردن تمام هذا البيت فيه قدامه شارع وهون فيه شبابيك وصلاة النبي بن جنن وعننا هون هيك تشمني بتطلع دخان ما شاء الله بن جنن فيه اتنين يا أستاذي العزيز بتطاوشوا هدا زلم أزعر مع سيف وهدا زلمة مسخمط معوش سيف هدا الزلمة سخط الثاني دبحو وهي الدم وآسف آسف 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 بس لازم أخونا الأردني المحترم اللي جاي من الأردن على أميركا بده يشتغل بتعرفوا بده يتفرج يعني لازم بده يتفرج يا عمي لو إنه ما طلعش أحسن فجأة يا إخواني أجت سيارة الشرطة تمام أجت سيارة الشرطة مين لقيوا بالشارع لقيوا أخونا الأردني حبيبنا نزل الشرطة قال له هاي وصاب يو قال له هلا سيدي وصاب هاي يو وصاب قال له هاد الزلمة you have to come with me to the police station because I wanna have you as a witness بدي أكتجي معي على المغفر لأنه بدي تكون شاهد عاللي صار أخونا الأردني بعرفش يحكي إنجليزي رح يقول له he he killed him رح ياخده رح يقول له I came أنا أجيت and he killed him رح يقول له أنا أجيت وهو قتله رح يقول له أوكي تعال مش رح يحل عنك الشرطي إلا لما تقول the man killed the other one الزلمة هاذ قتل هاذ before I came قبل ما أجي تمام قبل ما أجي وهون أنا بحكي لك لازم أنت تفهم الشرطي إنه عملية الإشي اللي قال ليه هو القتل صارت قبل ما أنا أجي بالمرة يعني سيدي لما أنت بدك تاخدني هذا الكلام مش كتير مفيد تمام هون أنت إيش يا أستاذي هون أنت بتكون بالsafe side أما إنه أنت تروح تقول له أبصر مين قتل أبصر مين لا 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 ما بزبط هذا الحكي بيكون خاطئ وإنت رح تتحمل المسئولية لذلك سيد العزيز هلأ إحنا شو عملنا هلأ إحنا عملنا كالتالي حكينا عن كيف أنا بدي أستوعب كيف بدي أستوعب وكيف بدي أميز هذا إخوان الباست سيمبل بيجي لحاله هدولة يا حبايبي إذا بتلاحظوا باللون الأحمر الغامق كل واحد فيهم أجمعها فيرب تو خليك مركز معي الله يرضالي عليك إذن هدول لازم بلس في الطرف الآخر من الجملة حلو؟ طيب نيجي للدلائل حاضرين last past yesterday ago تاريخ في الماضي سأنحط تاريخ ago last past yesterday last night a couple of days ago in the past هادول هم الدلائل المستمر ايش دلائله كتار while when as بس احكت عليكم ال past perfect لازم امسح هاي الصورة ولو انها يعني بتاخد من قلبي شقفة بس حلول الرسم انا بصراحة بحب الرسم مبضع فيه شوية هادول بيسموه sticks sticks يعني ارسم عصي بتفهم الناس بلاقي انها كتير مفيدة بالتعليم بديش يعني التعليم يكون تقليدي بس هاده هاده فيه المهم يا حبايبي هادول طلع استاذ past perfect له مليون وحدة خود معي four خود معي since خود معي when خود معي ايش ايش بدي احكيلك يعني خود معي before خود معي after خود معي all day وخود معي all day هون كمان he had sung all day عادي غنى طول النهار before he came قبل ما ييجي فهمتوا كيف استاذ all day صح بدها مدة بس هو بقدر يقول he had sung all day فهمت علي استاذي وبقدر يقول he had been singing بقدر ولكن هادول ما عليهم باط زي شباط for و since وخود شو ما بدك when و واش كمان في اللهم صلى الله عليه وسلم محمد recently ومش عارف ايش كتار كيف ده ميز حبيبي اي دليل الله خلقوه بالعالم معا verb to بتحصر لحلك في هادول الاربعة اذا لقيت هدول يا حبيبي انت اللي قاعد تتفرج علي اذا لقيت هدول بحل هيك الله يرضالي عليك اذا خلصت من هاد كله خلصت من هاد كله طيب اذا لقيت هدول خمسة ستة بنحفزن معناته بحل هيك بخلص من هاد ومن هاد ومن هاد اذا ملقيتش لا هاد ولا هاد بكون يا هاد يا هاد طب لانهم مشتركين الحل يا حبيبي رح يكون هيك هاد ايتن حلو رح يكون هاف ايتن رح يكون هاز ايتن ورح يكون ايتنج هيك الخيارات رح تكون جيت على الجملة الايتها ماضية بس تثني المضارع لانه الكرايتيريا المعيار المعيار القواعدي لا يسمح بوجود هيك فعلين مع هيك فعل وهاي بتكون الخيار الاهبل بشطبه بيضل عندي هاد او اذا كان حطيط لي هاد بين اي ان جي بكل بساطة استاذ لما بدك تسأل لما بدك تنفي بتقول did not وهذا بصير فعل ايش try فعل مضارع فهونا النفي بي بديش استخدم هيك بتستخدم النفي في حالته الصحيحة النفي يا خوية بيكون كذلك did not زائد فيرب one او didn't انت حر زائد فيرب one ماشي الحال؟ النفي هون بيكون wasn't المختصرة او الكاملة زائد فيرب ing هون يا اخوان بيكون hadn't زائد فيرب three وهون بيكون hadn't زائد بين زائد فيرب three بدك تعمل سؤال حبيبي بتعمله بتدد زائد subject زائد فيرب one بدك تعمل سؤال هون بيصير هدول الwas او الwhere قبل الفاعل بس بامسك هاي بتصير هون تمام؟ بدي اعمل سؤال هون نفس الاشي بصير هاد لحالها باخده هون هاد دمان كل ده كده هون بتصير هاد اي وهيك بنكون خلصناهم مع رسمة هيكة كبيرة لازم ارسملك اياها او ممكن ااخد مثلاً فرشاي وارسملك هاي الرسمة حبيبي ارسملك هاي الرسمة تمام ورح اضل ارسمها مليون مرة مش شو اسمو مش تفكر اني بدهلز عليك لأ رح ارسملك هاي الرسم هيك واعلملك عليها مليون مرة عشان احنا جيل اللي بدناش انحل بالاسلوب الاهبل خلص انا هلأ مش عم بحكي عن اي حدا بحكي عن جيل بدي ايا يطلع جايب مليون بدي لما انا يوم تنتائج افتخر فيك بدي افتخر فيك حق وحقيقة مش تكون انت دارس عند مليون حدا وايش يا استاذي العزيز وجبت هاي العلامة واجي انا ااخد علامتك ونجاحك هذا استاذ الكم هذا الكم ان شاء الله راح تجيبوا علامات هائلة علامات بتخوف وباذن الله تعالى استاذي راح تدعولي لانه احنا مش بس بنعمل هيك احنا راح كمان شو نسوي راح ننطلق وراح انحل طبعا انا باخد سيلفي هلأ راح ناخد امتحانات كتير كتير ليش استاذي لاني بهمني انه حضرتك تكون حالل مليون مثال مش مثال ولا مثالين لذلك هلأ راح انتقل انا زي الاسد وانتو معي على الامتحان الامتحانات هادي استاذي انا بعملها على الجوجل كلاسروم هاي انا مجهزة هنا استاذي الجوجل كلاسروم اللي انت منضم عليها تبع توتد انا كاتب لك امتحان ازمنة الماضي الاربعة مختلطة مع بعض حلية غالي على الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام والماضي التام المستمر طبعا بعدهم كلهم راح يكون ايش يا استاذي فيه راح يكون فيه عندك ايش امتحان في كل الازمنة تمام امتحان في كل الازمنة برجع هون بقول لك هدول الجماعة ما بيخوفوا هاي المواد انت حتيجي تقول له حبيبي درستك بدي اروح على الامتحان خليكم معي بدي اروح على الامتحان ما اخذ نفس الكل خايف انا هلأ مش عم بمثل عليك عملت هيك لما كنت في التوجيهي لما جبت 81.8 ادبي وانا كنت قبلها 11 سنة مش دارس مش مدرك قديش انا كنت مسوي اشي غلط ااخذ نفس امشي هيك اسمع واحد بقول له التاني يا زلمي المضارع البسيط اسكر داني اسمعه بقول له كيف بنوحد مقامات اسكر داني اسمعه بقول له يا زلمي والله ما درسته اسكر داني ليش بدي احافظ على اللي عندي خلص دارس مجهز مش عم بمثل عليك عم بحكي لك اشي صار معي والله يسألني يوم القيامة بتروح لي شو بتلاقي بتلاقي ورقتك بتفتحها شو بتلاقي احذر فكه شو بتلاقي شو بتلاقي جوا الورقة شو بتلاقي يا حبيبي احكي لك شو بتلاقي بتلاقي اسئلة بتلاقي مادة انت دارسها استاذ غمض عنيك انا ببرمج فيك اه بس ما اركزب عليك بتلاقي اسئلة انت دارسها بتصير تحكي يا يسعد الله بعرفهم دارسهم مرين علي في الاربع صفحات سؤالين بتعرفهم مش بلاش منهم ما بدي يسيطروا علي بخلص الحل برجع لهم بستفرد فيهم زي اللي راح يعمل طوشه بستفرد فيهم بستخدم استراتيجياتي فرضنا شغلة اجت غريبة عجيبة شو بسوي استاذي راح تلاقي حالك عندك استراتيجيات لما تيجي تحل افهم لي شو الجملة حبيبي الجملة لاستير ماضي هاي اول استراتيجية تعرف على الزمن يا حبيبي بعدين بدي اتعرف على العدد اوكي العدد في الماضي بفرقش على الاغلب لاستير ما بتاخد مستمر لا المستمر له ثلاث لاستير بتاخد لفت يمكن لاستير مستحيل تاخد هاد لفت وهاز لفت وخليني اكبره هذا السؤال عشان تكون اموركم تمام استراتيجيات استاذ مش انو انا قاعد بمشيك لا حبيبي انت قاعد بتستوعب بتفهم بتدرك افتح مادتك قدام ابوك قدام اي استاذ قدام دكتور جامعة رح يقولك هذا الزلمي بيحكي صح وبيعلم انا ما ببرمجك انك انت شاطر مجرد انك درست معي لا والله انا بقولك الاسلوب العصري الحضاري هو الاسلوب اللي بيخلي الناس تفهم ليش؟ لانه سفرتك ع سويسرا قريبة سفرتك ع اوروبا قريبة اوكي هي سويسرا في اوروبا بس ما بتتعاملش من الاتحاد الاوروبي سفرتك على امريكا قريبة اخر اشي بدي احكيلك سفرتك على الامارات قريبة سفرتك على الامارات عيب ما تكون بتعرفش تحكي انجليزي استاذ حبيبي انت بتجوز تطلع تدرس برا لا تحكيلي مدي احل الانجليزي بدون ما افهم يا زلمة انت كم من شهر انت بعيد عن جامعتك هذا طالع على اوكرانيا هذا طالع على كندا هذا طالع على امريكا لاتس يوزيت يا اخوان حواليكو تطلع طلع على اللي بين ايديك التابلت طلع على الكمبيوتر اللي بين ايديك شوف التطور لوين صار محمد واز بووكينج شكرا هذا ماضي مستمر وعندي وين اوكي هاي القاعدة بالشألوب احنا قلنا اذا بنلاقي فيرب تو مع وين بحط واز ووير و آي انجي طيب لقيت الواز والوير والآي انجي ولقيت الوين بده حط عكسها يا حبيبي اللي هي ايش ستارتد تمام هذا الامتحان انا مش راح اخليه يطلع نتيجته لانه لسه في وقت تصويره انتو ما بكون مفعل لكم اذا طلعت نتيجته بتفعل عندكم تيجي وتحلوه تنساش تنضم للصف تنساش تنضم لقروب الواتساب 077-000-6333 عشان مفاجآتكم اللي راح اعملها استاذ ليالي امتحاناتكم راح تنصدموا كيف راح اضل معك طول الليل يا حبيبي راح تنصدم يومين مش يوم طول الليل قلبي حط تلفونك جنبك وقعد ندرس بده شوف كيف our team yesterday زي الاسد وي فيش فيها فيش شي واضحة yesterday ago فيش فيها بقرة بس خالصة when dad arrived when مع verb 2 was watching يسلم هو ايه فيه اخوان يا باي العلمة احلى يا جماعة الخير احكي لكم اشي زمان انا كنت هيك انه هذا الزلم صغير وابوي مش عاج وكذا يا اخوان هلأ معي ماجستير اسمحولي افتخر ماجستير استاذ عشان تجيبها اه عشان الناس التانين اللي بدهم يجيبوها بدك تقعد سنة وانت بتدرس في التوفل او بدك تاخد فصل مادتين كتير بعيدة عن شوارب الناس انت رح من هال عشرة مليون اللي في الاردن حضرتك هتجيبها وتجيب ابوها وتجيب التوجيه وتجيب البكالوريوس فيونا هير جراند ما اكابل ويكس اجو والله مش عارف استاذ هاي مضارع بديش اياها هاي مضارع بديش اياها بظل هدول التنتين هاي بديش اياها لانه في هدي باخد هاد الخيار افتر شي حلو عندي افتر وفراغ وعندي ماضي هاد هاد بديكون زائد فيرب 3 بس فيش فيها فبحط هاد ايتن روان وين حلو عندي وين اي كولدها مع فيرب 2 هاد ايش وين ووايلو از past continuous she's trying to ignore me انساها هيحطينها يشوشوك شوي روان مفرد تعرف لي على زمنها تعرفنا تعرف لي على عددها was not studying روح طال على اللي بعده فش حماسة الف استاذ الازمني مش فهمينهم استاذ الازمني مش فهمين والله انك فهمهم بس ما عندك استراتيجية لاستخداماتهم حبيبي تخلص ابعد 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 خلي الصافي by the time i reached the station شوفوا by the time انا بعتبرها ما في مشكلة بعتبرها past perfect انا بعرفك استاذ بس مش دايما مع وجود الفير 2 شكرا by the time انا وصلت شركة وتد ذا مدير كان غادر اذا هو غادر قبلي اذا حدثين الحدث هذا صار وخلص قبل ما هذا يصير اذا هو had departed قبل ما انا اجي departure استاذ يعني مغادرة الطيارة I watch TV when the cops came to the to interview me cops اللي هم مين الشرطة police when came ماضي مستمر يعطيك الف عافية الwhen بقى شوفوا شوفوا اخوان شوفوا علي when اجهز الشرطة TV استاذ I was watching TV تمام طيب استاذ انت قلت had حلو حبيبي had watched when بزبطش لو before بزبط بزبطش تقولي انا شاهدت التلفزيون وخلصت بينما كان الشرطة يجو لا لا بينما تدل على الاستمرارية while my father a book our neighbor came to visit us while my father ابوي neighbor came while هون لازم يكون continuous while my father was reading you english before you move to new york عندي حدثين سافر عن نيويورك تعلم انجليزي شو اللي صار اول انه had studied شو عرفني في before في verb to الحج كريستين فراغ never be to and opera before last night انا قلتلكم بحط البي هاي عشان ما تنسوا هذا الشكل لو اجا شوف استازي عندي before وعندي last night حكينا هادي في تحتها كلام before it was last night بس بحكوهش لانه خلص before last night فهون عندي حدثين واحد منهم صار قبل التاني اللي هو كريستين had never been هادي النقط يعني في محلها كلمة I did not have any money because حبيبي انا معيش مصاري مبارح كان معيش مصاري because I اول اشي فقدت المحفظة بعدين صرت معيش مصاري اذا had lost هون انا حاطت lose عشان اللي مش حافظ التصريف يغلط تعالى took three english courses اخدت تلت كورسات in the british council and then وبعدين يعني before she went to britain to study medicine بد اختار واحدة من هدول كيف before tala went to britain قبل ما tala تروح بريتان to study medicine she had taken three english courses in the british council يمكن before tala had went غلط هذا الحدث الاول before tala had gone غلط غلط الحدث الاول انها درست اذا كل اللي فيهم بريتان غلط وهذا الصح شكرا لك حبيبي تعال نطلع فوق ان شاء الله علامتك بتكون فل الفل خليني ارجع بس هون ادعمك شوي احنا هون يا شباب بدنا نتهيئلنا انه هذا هو اللغة الانجليزية وبقية المواد وانت هون محلي عم تهكر فيه عم بتبرمجه عم تحكيله حبيبي انت زلمة انا فهمتك تمام بدك تتخيل معي بتروح انت على الامتحان رح اضلني اذكرك في هذا الموقف بتفوت على الامتحان انت خايف بتعمل رليف لحالك بتهدي قلبك وبتروح شو بتسوي بتروح بتمشي 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 ما بتسمع استاذي لأي حدا بيحكي من اليمين ومن الشمال ما بتسمع هذا بقول دارس ومش دارس ما بتسمع للي بقول له صاحبه بس بس نقلني السؤال الثاني نهائيا بتسمع لأيمين يا حبيبي بتسمع لمخك اللي صار لك سنة قاعد بتشتغل عليه تيجي على الامتحان بتفتح ورقتك بتكتب اسمك بتكتشف انه مان كل شي موجود هون الحمد لله كل اشي موجود هون رح احل رح اكون مبسوط باجي عليهم واحد اتنين ثلاث اربعة سلامتك هاد الحكي ممكن اكون انا عدته ما في مشكلة رح اضلني اخليك تتهيأ لك وتتأكد لانه هاي الطريقة فيها بخليك تتمكن وتتأكد من نفسك جيت على الامتحان فتحت حل الاول حل التاني حل التالت كل واحد اله استراتيجية اطلعت انا وانا متأكد عشان اروح يوم النتائج ابعت للأستاذ اقول لأستاذ محمد تفضل هاي نتيجتي عالية جدا 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 واحتمال كبير تكون متين بشكرك والله يعطيك العافية وكل الحب لك خلصنا هيك احنا ازمنت الماضي مع امتحانها هيك رح ننتقل ازمنت الفيوتشر اللي هي فيوتشر سيمبل بنقسم لقسمين وال وقوينج تو اللي هم قاعدة وحدة بعدين فيوتشر كنتينيوس اللي هي موجودة بالوحدة التالتة مستقبل مستمر بعدين فيوتشر بيرفكت اللي هو مستقبل التام اللي موجودة في الوحدة التالتة كمان هيك انت انت قريدي مخلص نصف قواعد الوحدة الثانية لانه اللي تحت ال Past Perfect Continuous هو نصف قواعد الوحدة الثانية تمام انت عم توكل في المادة ما تخاف خلصنا الفيوتشرات باجي بعملك عليهم امتحان بعدين بعملك امتحان اشي سفاح اشي راح يدعس دعس على الامتحان الوزاري ما تخاف ما تخاف نهائيا راح تروح تجيب العلامة الكاملة وترجع كل التحيات لكم الله يعطيكم الف عافية من الاستاذ محمد الاسود تصبح الخير